لماذا الصيام؟ لأنه من أجل الطاعات لماذا الصيام؟ لأنه من أفضل القربات لماذا الصيام؟ لأنه ما عُبد الله عز وجل بمثله لماذا الصيام؟ لأنه يُدخل صاحبه الجنة من باب خاص بعد فضل الله عز وجل ومنته لماذا الصيام؟ لأنه يُكفر الذنوب المتقدمة أجمع لماذا الصيام؟ لأنه يُباعد بين وجه الصائم وبين النار سبعين خريفة لماذا الصيام لأن صاحبه يوفى أجره بغير حساب لماذا الصيام لأن الرحمن خصه من سائر العمل فاستفاه لنفسه وأضافه إليه ففي الصحيحين على أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به الصيام جنة يستجن بها المقاتل في حربه مع الكفار كالدرع والزردية يستجن به العبد في قتاله مع إبليس ومع شهواته وشبهاته الصيام يستجن به العبد من وساوس الشيطان فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فكلما أكثر المرء من الصيام ضيق على الشيطان مجرى فالصيام جنة يستجن به حتى في الأيام شديدة الحرارة خلاص معاك ده من أول السنة الجاية تمن سنين رمضان في الربيع وتسع سنين في الشتة وتسع سنين في الخريف معاك وستتحصر على صوم يوم في يوم الصيف ضمأ الهواجر هتقول لك احنا محسناش بالصيام ما هو كده صيام الشت مش هتحس بحاجة كلما بذل العبد من طاعة وطاقة وأفرغ طاقته لله كلما لمس هذا في حياته في نفسه في ذاته في أولاده في عبادته في بركة ماله الصيام جنة في الحرب أنت تحارب وتقاتل لا بد من جنة تستطر وراءها ولا بد من دنع وزردية وبيضة وخوزة وسيف الصيام جنتك لا يستطيعك شيطان